السلام عليكم بالنسبة للحروف الصمتة يعني ردا على بعض الاستفسارات اللي حصلت في الفيديو السابق انا حبيت اوضح لكل الحياة للحروف الصمتة في البعض مننا قال على silent letters يعني قال عليها اللي هي صعبة جدا او صعبة التعلم اللغة الانجليزية في حين اي لغة اصلا من اللغات العالم بشكل عام فيها حالات شزة واقولهم اللغة العربية عندنا اللغات بشكل عام بيبقى فيها بعض الاستثناءات وبعض الحالات اللي دايما يقولك هي كده يعني بمعنى علماء اللغة او العلماء اللغويين هما وضعوها كده وما لهاش حل عندنا ده ردا على بعض الاخوان او فيه التعليق الاخير في المقطع اللي هو الخاص بالحروف الصمتة فانا شايف اللغة الانجليزية ابسط بكتير يعني يمكن من ابسط اللغات كتعلم لانه كان تقريبا فيه اخ من اخوان كتب اللغة الانجليزية الصعب تعلمها لكن هي لا من السهل لتعلمها ابشرك وابشر الجميع الاخوان فاحنا بالنسبة اللغة بشكل عام حولا بداية كده كنطقا احنا المفروض اصلا نركز على الحروف اللي هي الصوتية في طبعا كل حرف ليه اصلا مخرج صوتية لازم اللي انا اتقنها في بعض الحروف بيبا ليها مخرجين يعني بيبا ليها بدل المخرج الواحد صوتي فبيبا ليها مخرجين بيبا صوتية صوتية وفي بعض الحروف بيبا ليها مخرج واحد صوتي فبالتالي يعني لما بنتقن المخرج الصوتية نقدر من هنا ننطق بشكل صحيح ومتقن وبشكل بارع غير عادي وده انا الحقيقة انا حبت انزل انزل مقطع ده كده من باب التنويه ومن باب العلم لكل الاخوان فاللغة الانجليزية من ابسط ما يكون واحنا لو تعمقنا فيها وبدأ ان ندرسها بشكل صحيح فهنوصل وهنبب برعين جدا سواء في النطق او سواء في الاستماع او حتى في يعني الخراءة او حتى في الرايتنج الرايتنج طبعا اصلا ده مهارة لوحدها ومحتاجة وقت محتاجة جهد لكن لما بنتمكن منها بنبقى شيء بارع جدا وبيبقى عندنا اتقان غير عادي حتى في التركيبات اللغوية بشكل عام الله يحفظكم واشوفكم ان شاء الله في مقطع قريب على خير فأمان الله